عام آخر يودعه اليمنيون وسط دوامة من المآسي والكوارث التي تعصف بمستقبلهم كدولة ومجتمع ينتهي العام 2019 وعلى الخارطة لا تكاد تظهر جغرافيا كانت تدعى اليمن بعد أن تقسمتها جماعات وأطراف لا ترى سوى يمنها الخاص والصغير في هذا العام توجى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات مشروعه الانفصالي بانقلاب مكتمل الأركان على بقايا السلطة الشرعية التي كانت لا تزال قائمة في مدينة عدن وهذه المرة كان الانقلاب بإسناد مباشر من السعودية والإمارات حلفاء الشرعية وأصدقائها المفترضين ولمدارات نتائج مثل هذه التطورات يهرب الجميع إلى تسويات مشوهة تراحل العنفة وتفاقم نويات الصراع وتعطل العمليات العسكرية ضد سلطة الميليشيا التي تحكم صنعاء منذ خمسة أعوام من السكهولم إلى الرياض لم تنتج الأطراف الفاعلة في الأزمة اليمنية سوى مزيد من التسويات العرجاء التي تحمل معها تشريعا آخر لتآكل الدولة وتهشيمها في العام الأخير تعددت الأزمات وتكاثرت الأطراف واتسعت رقعة الصراع وبدى وكأن اليمن يخوض عدة معارك في آن واحد ليواجه خصوما بأقنعة مختلفة أسوأهم على الإطلاق سلطة شرعية لا تعرف ما تريد معادلات المعركة العسكرية فرضت نفسها في الميدان السياسي لتجد السعودية نفسها ذاهبة إلى تفاهمات لم يفصح عن مضمونها حتى اللحظة مع ميليشيات الحوثي متجاوزة بذلك السلطة الشرعية ورئيسها المقيمة في الرياض تسعى الرياض للخروج من ورطتها على حساب اليمن واستقراره على المستوى الطويل ويؤكد مراقبون أن ذلك السلام الناتج عن تفاهمات كهذه لن يكون سوى صفقة لتمكين ميليشيات الحوثي مما لم تحصل عليه بالحرب تبدو الشرعية أمام مفترق طرق صعبة بعد أن سلبت منها عاصمتها وقرارها فأصبحت سلطة دون قرار أو عاصمة يمضي العام الخامس من الحرب ليكبر السؤال القديم ماذا بقي بيد اليمنيين من زمام أمرهم؟ وكيف سيواجهون كل الاحتمالات الصعبة التي يحملها لهم العام الجديد؟